قمة عربية خماسية في العالمين بمصر لبحث ملفات المنطقة العربية القمة تجمع قارة مصر والإمارات والبحرين والأردن والعراق وتأتي في إطار التنسيق وتشعر المستمر بين هذه الدول تشهد مدينة العالمين شمال مصر الإسنين قمة عربية خماسية تجمع قارة مصر والإمارات والبحرين والأردن والعراق حسب ما ذكرته مصادر مصرية وقالت المصادر أن القمة تأتي بدعوة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين هذه الدول بما يقدم العمل العربي المشترك ويدفع العلاقات العربية إلى مستوى متقدم لمواجهة مختلف التحديات الدولية والإقليمية الراهنة ومن المقرر أن تشهد القمة بحث ملف القرية الفلسطينية بالإضافة إلى ملف المشروعات الاقتصادية والمشاركة والقضاء الدولية والأمن الإقليمي يأتي هذا بينما استقبل الرئيس المصر عبدالفتاح السيسي في مطار العالمين صباح اليوم الشيخ محمد بن زايد رئيس دورة الإمارات وعقل معهم مباحثات صنعية حول ملفات المنطقة وتناولت المبحثات تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والأمن الإقليمي والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية وقد تم التأكيل على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي أشهدها المنطقة العربية ومن أجل توحيد جميع الجهود الرمية للتوصل إلى حلول دائمة للأزمات في دول المنطقة تسهم في إرساء دعام الأمن والاستقرار فيها وتحقيق الاستقرار والسلام لشعوبها وخلال القمة جرى تبادل وجهات النظر حول مجمع الأوضاع السياسية والاقتصادية على المستوى القليم والدولي خاصة بما يتعلق مهاجهة تدعيات الظروف العالمية على قطعات الأمن الغزاية والطاقة والتجارة للأزمة الروسية الأوكرونية شكرا للاستماعكم للفيديو وفي تعليق اكتب وأنا هرض عليك كتابة أو بفيديو آخر بتنساش دعم القناة لايك ومشاركة الفيديو إذا عجبك شكرا جدا ترجمة نانسي قنقر